سبحان الله سبحان الله بجد يعني له في ذلك حكمته فيه لعيبة بتبقى مرزقة مرزقة زي الاخ شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي سابقا وحارس مرمى بيراميدز حاليا مرزق اولا انا في اعتقادي انه مرزق جدا انه كان حارس النادي الاهلي اكبر نادي في افراقيا والوطن العرب الشرق الاوسط لمدة ست سبع سنين ده في حد ذاته رزق يعني انا مش متخيله فكنا نشري في اكرامي كان الحارس المرمى الاول والاساسي للاهلي لمدة ست سبع سنين ده في حد ذاته رزق كبير لحد ما الاهلي نجح في اعادة محمد الشناوي لحراسة تعالين الاهلي فساعتها شريف قعد احتياطي ولقى نفسه ملوش مستقبل طول محمد الشناوي موجود فقام منتقل الى بيراميدز وراح بيراميدز عامل اللي عامله مع بيراميدز انتم شفته يعني بسم الله ان شاء الله هو هدف الدوري في بيراميدز جايب شعف تلاتين جون في حاجة وعشرين موطش بس جبه في نفسه يعني المهم المدير الفني الجديد تاكيس جونياس المدير الفني اليوناني الجديد للادي بيراميدز اول ما جه اقتنع انه الاصلح لحراسة مرمى بيراميدز مين احمد الشناوي حارس مرمى الزمالك سابقا والمصري سابقا وبيراميدز حاليا اللي كان قاعد احتياطي لشريف اكرامي هو والمهدي سليمان مهدي سليمان واحمد الشناوي كانوا قاعدين احتياطي لشريف اكرامي مش بقول لكم رزق فتاكيس جونياس اول ما جه وعشان كان بيدرب ودي دجلة قبل كده فعارف اللاعب وعارف الدور المصري قال لهم ازاي احمد الشناوي ده بقاعد احتياطي ده لازم يلعب الحراس الاساسي وفعلا من ساعة مجيه جونياس وبيتدرب على انه الاساسي ولعبه اساسي وفعلا كان نجم بيراميدز خلال الماتشين اللي فاتوا خصوصا في ماتش الرجاء المغربي في نهاء الكنفدرالية وصد دربتين جزاء لولا لعيب بيراميدز اللي تناوبوا على اهدار ضربات الجزاء وخسر الفريق الكنفدرالي المهم احمد الشناوي كان ماشي بمستوى رائع ولو تفتكروا في ماتش الاهلي وبيراميدز احمد الشناوي كان نجم اللقاء وشال ثلاث اربعة جوان وانفراضات يعني محققة بين النادي الاهلي قوم في الماتش اللي فات بيراميدز كان بيلعب اعتقد امبي مرة واحدة احمد الشناوي تك وقع على الارض وقال لهم عايز اتغير ومنذ قليل طلع الخبر والاعلان الرسمي من النادي بيراميدز ان احمد الشناوي اصيب بالرماط الصليبي طبعا يعني خالص مواسطنا وتقدرنا وتعاطفنا مع الشناوي وان شاء الله ربنا يشفيك وترجع بالسلامة وطبعا خالص مواسطنا لنادي بيراميدز لانها خسارة كبيرة لحارسهم الاول واللي كان يعني عامل اداء رائع خلال الماتشاط اللي فاتت ومليون مبروك يا اكرام سبحان الله تلف تلف وترجعلك رغم انه العقل يقول ان مهدي سليمان هو يوقف الحارس كمان اللي موجود في بيراميدز لان مهدي سليمان حارس ممتاز العقل يقول ان مهدي سليمان اللي يوقف بس ما اعتقدش يعني هي واضح انها الاقدار لعبة لعبتها بحيث انه اكرام يرجع يلعب اساسي سبحان الله سبحان الله سبحان الله بقول لكم كرة القدم مش كلها بوهبة ومش كلها مهارة ومش كلها حرفنة في جزء كبير قوي 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 منها توفيق ورزق بدليل ان في لعيبة حرفة قوي ما كانش ليها مستقبل وما عملتش تاريخ قوي وفي لعيبة نص نص عملت حاجات كبيرة ده رزق وتوفيق وما الناشر ان احنا نقول يعني سبحان الله في اقدار الحياة ولعبة كرة القدم موسيقى موسيقى موسيقى